بيروت كم نستطيع يحتدم النقاش هنا حول منافسة بعض المرشحين في تقديم الرشاة الانتخابية لاستمالة أصوات الناخبين في دائرة بيروت الأولى ويرى البعض أن السياسيين يتحملون مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان الذي فاقم معاناة اللبنانيين أنا بنظر وعود كلها انتخابية يعني جربنيهم كلهم 10% من النواب بيخدموا شعبهم البقية بيخدموا جيبهم يعني هذا بيدفع 200 هذا بيدفع 300 من بزيد عرفته وثقت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات عشرات المخالفات لما وصفتها بيروشا انتخابية كتقديم مساعدات إنسانية وغذائية من قبل مرشحين هنا لم يتردد أحد المرشحين من طباعة اسمه على ربطة الخبز شح الأدوية شكل فرصة للبعض الآخر لتوزيع كميات منها على الناخبين ويبقى الأبرز دفع مبالغ مالية بالدولر الأمريكي لشراء أصوات ناخبين أعطاء هبات وتبرعات مالية بأرقام خيالية لمستشفيات لدور عبادة لأندية رياضية تركيب أنظمة شمسية تبرع بمباني كما أنه الأمر ما بيخلم أنه من نوعود تم الوعود بألاف الوظائف بعد الانتخابات تبدو هيئة الإشراف على الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بمنأة عن المخالفات التي تخضع لأحكام قانون الانتخابات الصادر في العام 2017 إلا أن هذا القانون تضمن ثغرة حسب خبراء تفتح المجال للروشة الانتخابية كان عمل استثناء هنا القانون وغلط فيها أكيد استثناء التقديمات التي كانت صار لها ثلاث سنوات وأكثر تقدم على نفس الطريقة وهنا ترك مجال للمتنفذين والمصاري لأنهم يستغلوا حاجات الناس لثلاث سنوات وبعد ثلاث سنوات يستغلوا هذه الحاجات بالانتخاب ليحصلوا على أصواتهم وهذا الشيء الآن يجب أن يصير في تعديل لنحية مساوات الجميع لا تقتصر المخالفات على استغلال أوضاع الناس الصعبة لضمان أصواتهم إذ برز استغلال النفوذ بشكل واضح في بعض المناطق حيث وضعت البلديات وبعض المقار العامة بخدمة المرشحين ويرى حقوقيون أن هذه المخالفات تحتم على النيابة العامة التحرك فورا لمواجهتها وفق القانون يتوقع مراقبون أن ترتفع وطيرة روشة الانتخابية لسيما لجهة الشراء أصوات الناخبين كلما اقترب موعد الانتخابات النيابية في الخامس عشر من مايو الجاري أمر من شأنه أن يفقد هذا الاستحقاق طابع الشفافية وديمقراطية العملية الانتخابية حسب رأي البعض سحر أرناوت الحرة لا يروت ترجمة نانسي قنقر